السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع أستاذ محمد البخاري وهذا الفيديو سيخص كتاب المتعلم والمتعلمة منها النقاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي والضبط الحصة الخامسة أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية الهدف وهو أن أبين أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية أين تتجلى أهمية التربة في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية مزيد إذن كما دائماً سنبدأ بصورة الانطلاق كما تلاحظون هنا لدينا أبقار في حضيرة إذن أبقار تدخل ضمن الثروة الحيوانية في واحد الحضيرة يعني في البادية ونبدأ كذلك بقراءة ركن ألاحظ خلال سفرها إلى البادية رأت سعاد عدداً كبيراً من الأبقار في حضيرة عمها إذن منين سفرت سعاد للبادية يعني القرية عند عمها لقد عنده عدد كبير من الأبقار فاستفسرته عن هذا الأمر ووضح لها أن كثرة الحيوانات ترتبط بالتربة وبمنتوجاتها من الأعشاب والمحاصيل الزراعية إذن منين شفت عند عمها عنده أبقار عديدة قد تقول زماليش عمها عنده أبقار كامل إذن فوضح لها وقال لها بأنه هذا الأبقار اللي كتشوف أو هذا الكثرة ديال الأبقار كثرة الحيوانات كترتبط بالتربة يعني ارتباط ديالها مرتبطة بالتربة وكذلك بالمنتوجات اللي كتعطي هذه التربة من أعشاب ومحاصيل زراعية يعني مرتبطة بالتربة وشنو كتعطي هذه التربة كتعطي الأعشاب وكتعطي المحاصيل زراعية مازين إذن في نظركم شنو سؤال تقصي اللي غديجيلي مع هذا الوضعي والفرضيات اللي غدين نقترحه كأجوبة لهذا السؤال تقصي للسؤال التقصي غدين نتكلم مطبعات الحال على أهمية التربة في إنتاج الثروة الحيوانية والثروة النباتية إذن هنا سنجاوبكم ما العادة في جدول إذن سؤال تقصي التقصي وهنا الفرضيات سؤال تقصي والفرضيات إذن سؤال تقصي ما هي أولى أين تتجلى ما هي أهمية التربة في إنتاج في إنتاج الثروة النباتية والحيوانية ثروة النباتية والحيوانية والفرضيات نفترض نفترض أن أن التربة تلعب دورا مهما في إنتاج الثروة النباتية التي تتغدى عليها الحيوانات فتعطينا فتعطينا شنو؟ شنو كتعطينا؟ الثروة الحيوانية هذا افتراض الأول قد يكونوا صحيحاً وقد يكونوا خاطئاً افتراض الثاني افترض أن التربة ليس لها دوراً في إنتاج الثروة الحيوانية مثلاً افترض أن التربة تنتج أعشاباً ومحاصيل محاصيل زراية قد تنتج ثروة حيوانية ففي هذه كلها افتراضات مقترحة كأجوبة لسؤال التقصي هذا أريد أن نعرف إذا كان هذه الافتراضات صحيحة أم خاطئة لدراسة أتحقق هذه الأنشطة التي أتحقق نتبه معي مزيان نشط الأول ألاحظ الصور وأملأ الفراغات بما يناسب إذا نلاحظ هذه الصورة يمكن أن نقول هذه الكلمات علف أعشاب الثروة الحيوانية ثروة نباتية هنا سورة الأولى ماعز يتغدى على الأش السورة الثانية نبات الفصة علف الماشية السورة الثالثة خرفان تتغدى على التبه إذا تنمو فوق التربة شيء حاجة تتغدى عليها الماشية مايج تتغدى الماشية إذا للأعشاب إذا تنمو فوق التربة أعشاب هيا مشت ليا تتغدى عليها الماشية كما تستعمل التربة لزراعة نباتات تستخدم كعلف للحيوانات إذن التربة كتستعمل باش يزرعوا فيها نباتات كتستخدم كعلف للحيوانات تنتج التربة إذن التربة كتنتج ثروة نباتية وتساهم بذلك في إنتاج إذن هذه الثروة النباتية اللي ستساهم لي في إنتاج الثروة الحيوانية الحياوانية الشفاء الحياوانية نعم النشاط الثاني هو en français جنحظة الثاني وترمج وقد ترمج وقد ترمج حول المصار التجنس والحياوانية والثروع الحيوانية من خلال وضع الحرف المناسب في المكان المناسب إذن نتبهوا معي حرف ما هذا؟ لدينا حرف A, B, C أشكرني التربة تزود إذن التربة تزود النباتات من الماء والأملاح المعدنية إذن شمال رقم هذا؟ بطبيعة الحال هناك الصل التربة فيها الماء والأملاح المعدنية قد تحصل إلى الألواز الكامل فأناه في المناسب هذا يتم إيطاً إذن ودأ المنتجات النباتية نرى B الكامل تستخدمين فقط الججيمة تسممون المتاكدين والؤكس وغنية النباتات كيف تستخدمون تستخدمون التربة والأملاح المعدنية وكعط نبات الطلبة والمناسبة لتعدي وكعط نبات الطلبة يعني B C أولا رببوري هياوانات العشبة يتم بيجيطان في أتجاورها النباتية وهل التي يجعلك هذه الحياة لفتوح في الجميع وأيضاً لو ستنفج حانك هذا مستقبل صُمنرовой والصال منيرو يعتقدون أني منخزبًا ثم يعتقدون أني منخزف أني منخزف دائمًا أسألة أجل بهم فغلان بامن كما تكون أغمان القلب تلعان فلسع الرحام لちوينه الجهو تلعان المبارسة فلسع الشرق كلما تلعان المبارسة فلا تلعان المبارسة فلسع المبارسة او الحيواني س linمبارسة فالسعر المبارسة تلعان المبارسة وما توجد النباتي يستهل كل الحيواني وكي أعطينا واحد الغيشة ونانيمة اعطي هذا جيد ندوز الآن استخلص ونكتب معكم هنا استخلص نتابع معي الملخص هو كالتالي توفر التربة توفر التربة الماء والأملاح المعدنية والأملاح المعدنية بالتربة توفر التربة والأملاح المعدنية التي التي تعطي التي تعطي منتجات منتجات نباتية تستهلكها 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 الحيوانات من طبيعة الحال وكلما كانت التربة خصبة إلا كانت التربة خصبة كلما ارتفع الانتاج يعني من حيث إنتاج الثروة النباتية وازداد إنتاج الثروة الحيواني مزين إذن هذا هو الملخص ندرج الآن باش نطبقوا ذلك شيء اللي تعلمناه في الدرس أو طبق سؤال الأول أملأ الفراغات بما يناسع أملأ الفراغات بهذه الكلمات العاشبة الأملأ المادنية الثروة الحيوانية خصبة ودعام تشكل التربة للمزروعة إذن كتشكل التربة دعام دعامة دعامة إذن كتشكل واحد دعامة للمزروعات وتزودها وكتزودها بالماء إذن التربة كتزود ذلك المزروعات بالماء والأملاح المادنية والأملاح المادنية الضرورية لنموها إذن من طبيعة الحال ذلك النباتات خصها ماء وخصها أملاح معدنية بالتنمو الضرورية لنموها تستفيد الحيوانات من النباتات ومنتوجاتها إذن ما هي الحيوانات التي تستفيد من النباتات ومنتوجاتها؟ إذن هي الحيوانات العاشبة الحيوانات العاشبة من النباتات ومنتوجاتها وكلما كانت التربة خصبة كلما زاد الإنتاج من المزروعات التي يؤدي إلى ارتفاع الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية إذن نقرأها تشكل التربة دعامة للمزروعات وتزويدها بالماء والأملاح المعدنية الضرورية للمهوها تستفيد الحيوانات العاشبة من النباتات ومنتجاتها ومنتجاتها وكلما كانت التربة خصبة كلما زاد الإنتاج من المزروعات التي يؤدي إلى ارتفاع إنتاج الثروة الحيوانية دوزول لدوزيام كستون سوف نقرأ المميزات في جهة أو جهة سوف تكون غنية بالحيوانات يعني غنية بالطروة الحيوانية يعني يكون فيها الماشية بثاف الماشية بيطاي هو الماشية لذلك سوف نقرأ في المحاصيل الزراعية طبيعة الحالة ظل فرتيل يعني التربة خصبة طبيعة الحال صحيحة طبيعة الحالة يعني الوفرة يعني الوفرة لديل سواء الثالث والأخير أكتب صحح أو خطأ أمام كل جملة تؤدي وفرة المياه إلى انخفاظ ثروة النباتية والحيوانية إذن الجواب خطأ إذن خطأ خطأ مش خطأ one of the best إن لماذا كانت المياه سأћتنا تربة خصبة وإذا لماذا كانت لدينا تربة خصبة سأعطينا ثروة نباتية وإذن ق난 ثروة نباتية سأكون لدينا ثروة حيوانية إذن خطأ يرجع الفلاحون إلى استعمال أسميدة لتحسن انتاج الثروة النباتية صحيح إذن الفلاح كينتج تكثر والنباتية وكيستعمل بعض الأسميدة لأنها لأن بدون أسميدة لا يعطينا محاصيل زراعية وفيرة وبالتالي هذا العبارة صحيحة وهذا قد نكون قمتل فيديو ديال اليوم اللي كان كيخصص صفحة 27 من كتاب المتعلم والمتعلمة منها الناشاط العلمي مستوى الخمس ابتدائي خليتكم على خير كان معكم أستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته